مساء الخير نهار اليوم كانت الأجواء صيفية وصلت درجة الحرارة في عمان لا 30 درجة مئوية هذه الليلة رح تكون الأجواء مائلة للبرودة رح تسجل درجات الحرارة في العاصمة عمان 19 نسبة الرطوبة رح تكون 88% غدا النهارة رح تكون الأجواء صيفية معتدلة رح تسجل درجات الحرارة نهارا 29 بللللل رح تنخفض لا 18 درجة يوم الأربعاء والخميس رح تستمر الأجواء صيفية نهارا رح تسجل 30 بالله رح تنخفض لـ 19 درجة ورح تكون الأجواء مائلة للبرودة رح نستعر درجات الحرارة في المدن الأردنية بداية رح نكون في المناطق الشمالية إربد رح تسجل فيها هاي الليلة 21 غدا 31 عجلون 20 غدا 29 جرش أجواء ضبابية هاي الليلة 21 وغدا 32 المفرق 19 غدا 32 الزرقاء 21 وغدا 32 وأجواء حارة نسبيا مطار ملك علياء 17 غدا 31 الصلط ومعدة 20 وغدا 30 وأجواء صيفية معتدلة البحر الميت 29 غدا 36 الكرك والطفيلة 19 وغدا 29 وأجواء صيفية إمعان هاي الليلة 22 غدا 34 أجواء حارة نسبياً مدينة العقبة 28 وغدا 39 وأجواء شديدة الحرارة رواشد 23 وغدا 35 وأجواء حارة نسبياً في رواشد بالنسبة لملخص الطقس أجواء صيفية خلال ساعات النهار طقس مائل للبرودة ليلاً مع ظهور صحب متفرقة خاصة في شمال المملكة وبالانتقال لأخبار الكوارث الطبيعية رح نبدأ من المغرب في المغرب حيث تواصلت عمليات فرق الإطفاء للسيطرة على حريق في شمال البلاد وكشفت الحصيل الأولية للخسائر عن تضرر نحو 200 هكتار من الغابات وفي إسبانيا الدحريق في وسط البلاد إلى إجلاء نحو 600 شخص مع استمرار تأثير موجة تحرق قياسية حيث سجلت الحرارة ما يقارب 48 درجة مئوية فيها رح ننتقل لدرجات الحرارة في عواصم الدول العربية والعالمية شكرا للمشاهدة نهاية نشرة الطقس لليوم شكرا لمتابعتكم عودة إلك علي شكرا يمجود